مؤشرات غير مطمئنة فيما يخص الوضع السياسي الراهن في اليمن فحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي تحمل مارتين جريفث مسؤولية فشل اتفاق السويد بين الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي انتقاد جاء في اعقاب استقالة رئيس فريق المراقبين الدوليين باتريك كاميرت رغم نفي هذه الاستقالة من قبل مصادر اممية وهو ما عده مراقبون بداية لانهيار الهدنة الهشة اصلا في الحديدة الحكومة اليمنية اعتبرت ان التراخية في تنفيذ اتفاق السويد وعدم ادانة المعرقلين له لا سيما في الشق المتعلق بمدينة الحديدة يشجع على المزيد من الاستفزازات لا سيما من طرف ميليشيا الحوثي وفي سياق الانتقادات الموجهة لاداء المبعوث الاممي مارتين جريفيذ بشأن ازمة اتفاق السويد صرح معمر الارياني وزير الاعلام في الحكومة اليمنية بان جريفيذ لا يفصح عن الطرف المعرقل للاتفاق كما انه لا يفصح عن الطرف الملتزم به محذرا من ان ذلك التراخي سيسهم في تسريع انهيار المسار السياسي برمته وتتزايد في كواليس المشهد اليمني المخاوف من التحركات البريطانية تجاه الملف اليمني والتي تكشف عن حالة اهتمام غير مسبوق تخفي خلفها مشروعا لم تتضح معالمه بعد بالنسبة لليمنين وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اعلن ان بلاده ستنفق زهاء مليونين ونصف المليون جنيه استرليني لصالح توفير وظائف مدنية ضمن فريق المراقبين الدوليين في الحديدة وذلك قبيل استضافة لندن اجتماعا في شباط المقبل للجنة الرباعية الخاصة باليمن لتعزيز دعم مفاوضات ستوك هولم في التوصل الى تسوية سياسية لليمن قد يحسم رسم ملامحها اللاعبون الدوليون